وبالنسبة لهذا المنحة والبرامج فيها كيكون فيها تمويل كامل اللي كيخص مجموعة من الانتيازة كين المصاريف ديال الطائرة كين الساكن فابور والدراسة فابور وكين كذلك كيعتقون مصروف شهري في المدة ديال الدراسة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اخوانا خواتين مرحبا بكم في حلقة جديدة وفي اعلان جديدة. اليوم قديم بارتاجي معكم اخواني واحد الموقع اللي غادي تلقى في بزاف ديال الفرص ديال الهجرة والدراسة في بزاف ديال دول العالم. وهذا الموقع اخواني موثوق مئة بالمئة. حيث هذا الموقع تابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار في المغرب. الموقع هو اللي كتشوفو اخواني امامكم الاسم مابوغس.نسب.غوف.ما هذا هو الموقع اخواني كيف كتشوفو امامكم. غادي تلقوا الرابط في اول تعليق دخلوا له وغادي تلقوا في جميع المستجدات في 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 فيما يخص الملح الدراسية اللي تقدروا تدفعو لها على حسب المستوى الدراسي ديالكم. وطريقة التسجيل وبزاف ديال المعلومات الخاصة بكل آآ برامج آآ ديال اولاء ديال الملحة. وطريقة الارسال الملف ديالكم كتكون عبر يعني الايميل اللي هو كتلقوا في كل آآ يعني في كل اعلان حط هادي الدولة هادي الخاصة بهذا البرنامج. وهذا وهذا الموقع اخواني سجل عندكم لان كل مرة كيزيدوا دولة او لا جامعة حط هذا الملحة هادي ولا شي برنامج جديد. وهذا الموقع اخواني كيف كيف قلت لكم ان هذا الموقع تابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار اللي هو آآ يعني دير شراكة مع بزاف ديال يعني ديال الجامعات وكيحطوا اخواني مجموعة من فرص ال اولاء ديال هاد البرامج يعني الملحة الخاصة بان الجامعات. وبالنسبة لهذا الملحة والبرامج فيها اني فيها فيها كيكون فيها آآ تمويل كامل اللي كي يعني آآ يعني كيخص مجموعة من الانتيازة كين المصاريف ديال الطائرة كين الساكن فابور والدراسة فابور وكين كذلك آآ كيعطوكم مصروف شهري في المدة ديال الدراسة. اذن الآن غا نشوف غندخلوا لهذا الموقع كنشوفوا امامكم هنا يا كنشوفوا هنا يا الموقع الخاصة ده يعني الموقع الرسمي الخاص بهذا المنح كيف غننترجمه الآن للغة العربية بالطريقة هذه اخواني باش نشوفوا الهل البرامج والمنح الدراسية بدخلو البرامج والمنح الدراسية من هنا يا وهنا يا غالت تلقى في الهالالبرامج المنح الدراسية اللي هي متفرأ حاليا فكين هنا بثف ديال الدول هنا يا كين هنا باكستان وكتشوفوا هنا يلعدات ديال آآ ديال لединال الانتهاء ديال الدرسة لده وهذا دي الكيبك وهذا دي الباكستان وهذا دي المملكة العربية السعودية وهذا دي طايلاند وهذا الفيتنام هنا بزاف دي الدول هنا يا هنا كيف تشوفوا دي الولايات المتحدة الامريكية اللي غينتهي في 31 شهر سبع في 2033 كيف غ Cayce غدتشوفو الآن أخواني هنا يا نشوفوا مثلا شي واحد يعني شي برنامج على سبيل Giovanni مثال نشوفها هذا المرغمج هذا دي السعودية نضغطه لدعاة واحدة ويعطينا هنا البرنامج كيف كتشوفو هذا هذا هو البرنامج الحطة يعني للمملكة العربية السعودية يعني مع شاركة مع المملكة المغربية ويزارة التعليم العالي والباحث العلمي والابتكار هناك تعلن وزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية عن تخصيص مية وخمسين منحة دراسية برسم الموسم الجامعي الفين وثلاثة وعشرين وعشرين لفائدة طلبة المغاربة الرغمين في متابعة دراستهم العليا بمختلف الجامعات السعودية مع طلبة المملكة العربية المغربية والمقيمين بها وذلك حسب الطاقة الاستيعابية لكل جامعة في جامعة الأسلاك والتخصصات باستثناء التخصصات الطبية يعني كل شيء كان كل شيء الأسلاك والتخصصات كان باستثناء التخصصات الطبية هنا الشروط الترشيح وما هادو بالنسبة للشروط كيف تشوفوا هادورة شروط باينين هنا لا يقين للسن عن 17 سنة ولا يزيد عن 25 سنة هنا الشخص الذي يترشح يكون عنده البكالوريوس الإجازة أو معهد تعليم اللغة العربية أو ما يماثله 30 سنة إذا كان مترشح لسلك المرجستير و35 سنة إذا كان مترشح لسلك الدكتورة هنا باقي المعلومات هنا تشوفهم وطريقة إخواني ديل الترشيح أو ديل إرسال ملف دلكم عبر هاد الموقع اللي كان لنا في هذا المكان اللي يحطو لكم هنا في الإعلان تقديم ملفات الترشيح عن طريق موقع الدراسة في السعودية إذا هادو معلومات باينين وواضحين كنتم تفر فيكات الشروط هادي جمع هاد الوثائق ودخل هاد الموقع مباشرة وحط الضوصي ديلك إذا طريقة سهلة جدا جدا وهنا 150 ملحة دراسة ممنوحة لهاد الطالبة المغاربة اللي يبغوا يكملوا الدراسة ديلهم في المملكة العربية السعودية وهنا باقي المنحة الدراسية كيف كتشوفوا هادو منح دراسية أخرى هنا على سبيل المثال ديديل طايلون تهيارة مزيانة وكذلك هنا ديديل الفيتنام تهيارة مزيانة وقد شوفونا على الضط هنا الثاني هنا دي الولايات المتحدة الأمريكية اللي غد سالي في واحد وثلاثين الشهر سبع الفين وثلاثة وعشرين ندخل ونشوفو هادي دي الولايات المتحدة الأمريكية وكيف كتشوفو الشروط كينين هنا لضومين اللي كينين هم هادو الناس اللي عندهم هادو 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 يضومين كاميرا متوفرين بحال مثلا هنا بالنسبة لولايات المتحدة الأمريكا اللي هي متوفرة خاص بها الملحة الدراسية 2024-2025 اللي هي كتوفر لك الناس اللي عندهم ضمين يدفعوا لهدا الملحة الدراسية الديفلوبر الإيقونومي الفينانسي بنكي الرسورس ناتوريل البلانفكاسيون أربان هنا الدازمينيسرسيون هنا بوليتسيكي جسين دو سونتي ببليك الكميونيكاسيون الجواناليزم هنا دروى دو دول هنا كل شيء المعلومة إخواني خاصة بهاد المنحة الدراسية اللي هي اه اخر اجل باش تدفع لها هي 31 شهر سبع 2023. هنا اه المعلومات راكينين دوسي ديالك راكين هنا يا المعلومات ديالو هنا لا 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 الشروط او لا الوثائق اللي تستوفر بها. طريقة دي الارسال يلملف ديالك لي هم هدو البروستيور ديال الكونديداتيور تجمع دوسي ديالك وترسلو لهذا الايميل هذا اللي هو كان هنا في هذا المكان. اذا المعلومات كاينين واضحين في هاد الطريقة هادي بيقول لك انك ترسل يعني للمعلومات ديالك لاي اه لاي جامعة وكيف قلت لكم ان هاد المنحة الدراسية راها ممولة بالكامل. يعني كتخلص لك كل شيء يعني المصارف ديال الطائرة وكتخلص لك الساكن فابور والدراسة فابور وكذلك زائد المصروف الشهري اللي كتعطيك في المدة ديال الدراسة ديالك لما في ديالك الدولة حتى ترجع للمغرب يعني كتعطيك كل شيء كتوفر لك المصروف ديالك اليومي اللي هو غدا يكفيك فاديك الدولة. اذا هده هما المعلومات اخواني وهذا هو الموقع غدا نخطي لكم في صندوق اللي سوف نتلقوا في اول تعليق ضغطوا عليه ودخلوا لهاد البرامج هدو وراه اه كل نهار وكل سيما نرى كيحطوا برامج اجداد وكيحطوا اه ميناح اجداد الخاصة بهذا الهدد دولة اللي هي كاتبارتاجيوم اللي عندها شاركة مع اللي عندها شاركة مع الوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار اذا ندوم المعلومات اخواني اللي خاصة بدل الموقع هذا قنتمنى لكم اخواني التوفيق. ما تنسى الضغط ولا زر اللعيك وتشاركوا في القناة وتفعل زر جرس باش تصلوا بالجديد دياله في رعاية الله والسلام وعليكم ورحمة الله تعالى وبركاته موسيقى